اشتركوا في القناة وهو التفجير الذي حصل في وسط البصرة بوسطة عجلة مفخخة وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى من العراقين لأبرياء الحقيقة هذا الانفجار يعود بنا إلى التساؤل مرة أخرى من المسؤول عن هذه التفجيرات من المسؤول أولا عن السماح بهذه التفجيرات لكي تحصل ومن هي الجهات التي تفجر هل سيقولون مرة أخرى داعش وجهات أخرى وطرف ثالث وهكذا مثل ما كنا نسمع دائما هل سيشكلون لجانا لن تفضي إلى نتيجة يسمعها الشعب مئات الآلاف من اللجان شكلت حول جرائم ارتكمت في العراق ولم نسمع بنتائجها ظلت ضي الكتمان وسوفت القضايا بتشكيل اللي جال لها وقيل وهو حق إذا ما ردت أي قضية تسوفها فشكل لها لجنة في العراق وهذا ما تفعله هذه الحكومة منذ عام 2003 لحد الآن ودائما ما كنا نسمع أن الأرهاب ويضرب الأرهاب من جاء بالأرهاب ما شكل الأرهاب من هم هؤلاء الذين يمارسون الأرهاب هذا هو السؤال المهم منذ عام 2003 لحد الآن الشعب يسأل وهناك إجابات مضللة وكاذبة ودعية ترمي الأرهاب اتجاه آخر جزء كبير من هذا الأرهاب من شكل هذا الأرهاب هي هذه الميليشيات وهذه العصابات المنفلتة التي التي تصول وتجول في شوارع العراق وفي مدنه وتحكم الناس وتحكم حتى الحكومة وتلزم الجميع بالخوف منها هذا واقع الحال وإذا ما عدنا لهذه الفترة فالكل يتحدث عن إنها جزء من صراعات ومصراعات هذه الميليشيات من أجل كراسي وأول ما خرجت من اللجان التحقيقية قالت أن هذه المواد التي استخدمت في التفجير هذه العجلة هي نفس المواد التي تستخدم في استهداف القوات الأمريكية أو الأرتال القوات الأمريكية على الطرق وهي من صناعة معروفة ومواد معروفة قادمة من إيران ومعروف من هو يستعملها ومعروف من هي الجهات التي لديها مثل هذه الإمكانية وكيف تصنع هذه القضية وإذا كانوا يعرفون هذه الميليشيات وهذه العصابات لماذا لا يقونون عنها بشكل واضح ولماذا لا يحاربونها ولماذا لا يوقفونها عند حدها منذ عام 2003 لحد الآن يتهمون جهات كثيرة ودماء العراقين تذهب سدر حقيقة هذه في الكرادة ذهبت الدماء وقيل داعش وقيل قبل فترة أخرجوا لنا قالوا هؤلاء من فجروا أخرجوا لنا شابا صغيرا قالوا هذا من خطط لتفجيرات الكرادة وعندما ترى صورة هذا الشاب وتتذكر تاريخ التفجير وتعيد حسابات العمر ستجد أن هذا كان فتن عندما حصلت التفجيرات كيف يمكن أن يكون مخططا لتلك العمليات فبالتالي كثير من الأمور وما حصل في جسر الأمة في عام 2003 أو 2004 أو غيرها وكثير من الأحداث في بعقوبة وفي بغداد وفي البصرة وفي الناصرية وفي الرمادي وفي الموصل وفي كل أماكن كثيرة وكانوا يرهمونها داعش وقاعدة وغيرها ومثل ما كانوا يوجهون الخطاب الطائفية باتجاه معين ليكسبوا به الأصوات وليبقوا على الكراسي كانوا يوجهون هذا الخطاب نحو إرهاب معين أم يدعونه وبالتالي ينفون عن نفسهم كل التهم وكثير من المناطق كانت لا تدخلها لا يمكن دخولها إلا بوسط هذه الميليشيات التي تحكم يعني عندما اتهموا يعني البصرة أحد الانفجارات حصلت في البصرة قالوا أن السيارات المفخخة خرجت من الفلوجة وذهبت إلى البصرة طبعا الطريق أكثر من 500 كيلومتر وفيه عشرات من النقاط التفتيشية على الطرق كيف مرت هذه العجلات من هذه الطرق لتصل إلى البصرة وتفجر في وقتها وهكذا قالوا بالنسبة لتفجير حصل في بابل نفس الشيء وهكذا الاتهامات كانت يعني ترمى جزافا لكي يهيجوا الشعب لكي يعني يشيعوا الطائفية أكثر وأكثر وإذا بهم اليوم وإذا بنا اليوم أمام حالة من الإرهاب حالة من التفجير واضحة جدا وبالتالي هذه تدفعنا للتساول عن كثير مئات بل آلاف من العمليات العمليات الانفجارة التي حصلت في العراق لتساءل من هو المسؤول عنها ولماذا السكوت عنها كلهم يعرفون أن هذه ميليشيات وهذه عصابات تفجر لمصالحها لجزء من صراعاتها للتعبير عن تمسكها بالأرض وقوتها وللتعبير عن بأسها وشدتها وتخويفها للناس هذا واقع الحال لكن كل القوى الأمنية كل القوى العسكرية تخاف من هذه الميليشيات التي تسمح لها بالمرور من سيطراتها ولا تستطيع إيقافها هذا واقع الحال وإلا هذه الميليشيات كيف تخترق الآن تحصينات المنطقة الخضراء وتريد أن تدخل إلى المنطقة الخضراء يعني كيف تتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء ما هو المتظاهرين في تشريين قتلوا على جسر الجمهورية وجسر الأحرار أو جسر السينك ولم يسمحوا لهم بالعبور ربع الجسر لم يسمحوا لهم وقوفهم في ساحة التحرير لم يسمحوا لهم يعني بعثوا عليهم بالميليشيات تقتلهم وتخطفهم كيف بهذه القوى تعبر وتحاصل المنطقة الخضراء وتدفع بوابه وتدخل ولا أحد يستطيع أن يوقفهم هذا واقع حال بالتالي الميليشيات وهذا وهذا جوهر الموضوع الميليشيات هي الحاكمة العراق كل التفجيرات كل الإرهاب هي مسؤولة عننا وبالتالي الحكومة هي مسؤولة عن الإرهاب وهذا الإرهاب هو إرهاب حكومي إرهاب سلطة هي من تمارس الإرهاب ضد الشعب العراقي والشعب العراقي ابتلى وكوى بنار هذا الإرهاب من وراء من جراء كل هذا الذي حصل منذ عام 2003 لحد الآن هذه صورة ما ما يحدث هذه آخر صورة لانفجارات لانفجار حصل في البصرة الرحمة للشهداء الذين سقطوا الرحمة للعراقيين الذين سالت دموهم والشفاء للجرحة هذه لن تكون الأخيرة مع الأسف الشديد ما دامت هذه الميليشيات ما دامت هذه العصابات تعبثوا بحياة العراقين وبأمنهم وتحكم العراق هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استوبعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة